السلام عليكم وأهلا بكم بفيديو نص كم جديد أنا بالعادة ما بحب أعمل فيديوهات نص كم بس بحالة انجبرت وين مراجعتك لفسر 3؟ ليش ما حكيت عنفسر 3؟ أيام طبل بتحكي عن DLSS 3 وما بتحكي عنفسر 3 بها الفيديو رح تعرفوا ليش الفيديو نص كم ولايش الفيديو تأخر من البداية أنا كنت مقرر أجربفسر 3 من لما انطرحت من لما انطرحت مع Porespoken و Immortals of Avium ولكن رح تعرفوا بعد شوي ليش ما قررت أجربها وما جربتها ولا عملت عنها التجارب ولا عملت عنها فيديو بهذاك الوقت لما تشوفوا هالفيديو رح تعرفوا ليش بكل بساطة لأنه تجارب تقنيات frame generation لازم نسجل الفيديوهات بفريمات جدا عالية 120 أو 144 فريم وحاليا ما فيه جهاز تسجيل أو Capture Card ممكن نسجل 4K 120 وخاصة عندي أنا ما عندي غير Capture Card بيسجل 4K 30 فريم فأضطريت أسجل الشاشة أصور الشاشة بالكاميرا وتانيا AMD بحد ذاتها لحد الآن ما فيه أدوات نظامية شغالة 100% لحتى أقيس التقنيات وبالأخص الـ input lag الخاص أو اللي بيجي مع هالتقنية لها السبب ما راجعتها لأنه مراجعتي أو كلامي عنها رح يكون نوعا ما ناقص ولحد الآن نوعا ما ناقص عرفتوا ليش؟ المهم انبارح AMD طرحت درايفرات جديدة تدعم تقنية الـ AM-AFMF اسمع بيط هاي التقنية حكوا عنها من زمان من لما أطلقوا كروت الـ 7000 تقنية بتسمح لك تطبق Frame Generation بكل الألعاب هاي التقنية بتشتغل عن طريق الدرايفرات وحاليا مدعومة على كرت كروت الـ 6000 و 7000 بتفعلها عن طريق الدرايفرات الـ Radion Software وتقنية لما تفعلها بتطبق لك Frame Generation بكل الألعاب فراح نجربها ورجاءً ميزوا F-SR 3 داخل اللعبة غير الـ AM-AFMF وإذا بدك تعرف عن F-SR 3 روح شوف فيديو DLSS 3 لحتى تعرف إيش يعني Frame Generation وإيش هالتقنيات وإشلون بيشتغلوا حكيت عن هالموضوع بفيديو سابق مراجعة للـ DLSS 3 نفس الكلام ينطبق على F-SR 3 ولكن F-SR 3 بتشتغل عن طريق السوفتوير DLSS 3 بتشتغل عن طريق الـ Hardware ومدعومة على كروت الـ 4000 فقط فخلونا نشوف التجارب بس قبل ما نباشر هالفيديو برعاية تزمر الإشعارات ومزود الفريمات نعم مزود الفريمات أحسن من Frame Generation وهالعلاقة مصدي لأنه Frame مزود الفريمات بزودك الفريمات مهما كأنه على جهازك بدون تقطيع بدون Frame Generation مجاني أوكي بالبداية خلونا نجرب F-SR 3 حالياً ما نفعل شيء نفعل Avatar Frontiers of Pandora نفعل عليها بس 4K Ultra TAA Ultra Settings على 4K و TAA بدون Upscaling وبدون Frame Generation وحالياً محصلين حوالي 48 متوسطة الأربعينات الفريمات تجربة أوكي جيدة طبعاً هاي 4K Ultra لما أحرك الماوس في شوي جيتر بالحركة لأنه الفريمات ما هي كتير عالية فتجربة جيدة هون تجربة جيدة مقبولة لما أحرك الماوس في شوي تجربة جيتر بالحركة لأنه عدد الفريمات ما هو عالي كتير وهو عندي الشاشة هون هي 4K 144 هرتز فخلينا أول شيء نفعل فخلينا أول شيء نفعل FSR Upscaling فمدخل على Settings Video Temporal Upscaler نحط FSR 3 حالياً بدون Frame Generation نحطها على Quality مثلاً FSR Quality Ultra Settings 4K تطبيق الأددات أوكي أوكي حالياً محصلين حوالي 60 فريم 58 فريم التجربة صارت أفضل حركة صارت أفضل بس ما زال في شوي تجتر لأنه هي الشاشة مرة تانية 144 هرتز 4K تجربة جيدة بصراحة هيك لكن ما يبقى أنه الشاشة جداً والشاشة High Fresh Rate ما هي أفضل تجربة الحركة لما حرك الماوس بشكل سريع في شوي تجتر بالحركة بتحس أنه في هيك الفريمات ما هي سلسة يعني الصورة ما هي سلسة 100% فخلينا نفعل FSR 3 Frame Generation فمدخل على Settings Frame Generation On Apply نعم حالياً التجربة بصراحة صارت أفضل بكتير بس طلعوا هون شايفين لما حرك الماوس المشكلة في هالتقنية بيهلب بالتحديد اللعبة عم ترندر الصورة لحال والUI هدول العلامات لحال يعني الصورة تقريباً بالكامل عم ترندر من طرف Frame Generation أو FSR 3 يعني فعلياً عم نحصل دبلل الفريمات في اللعبة لكن علامات الUI ما عم ترندرهم اللعبة فلما نحرك الماوس شايفين هون من هالطرف اللعبة عم ترندر 120 فريم بس هون 60 فريم فهتحصل طلعوا هون بتحصل الفريمات ما هي متزامنة هون هالطرف هاي من الUI اللعبة أو من قوائم اللعبة قوائم اللعبة ما عم ترندر 120 فريم لكن اللعبة ترندر 120 فريم أو دبل الفريمات ففي بعض الأحيان في هاللعبة بالتحديد ما كان القوائم اللعبة على ترندر 120 فريم لكن بصراحة التجربة صارت أفضل بكتير هون FSR 3 Frame Generation بقدم عاطيني تجربة رهيدة يعني لفريماتي من الأساس كانت حوالي 60-58 فريم وحاليا نحصل 140-150 فريم فهون FSR 3 جيدة بصراحة وممتازة وممتازة فحركت الماوس حاليا صارت أفضل بكتير لتجربة سليسة تجربة بشكل عام جيدة حاليا هاي FSR 3 ما هي AFMF ما هي Fluid Motion Frame FSR 3 تجربة جيدة ولكن متل ما قلت على تويتر أمس وحتى هالكلام شرحته بمراجعة DLSS 3 ها تقنيات توليد الفريمات ما هي للكل وما هي دائما وما هي مفيدة بكل الألعاب فحاليا الـ Base Frame Rate عندي الفريمات الأساسية بدون توليد الفريمات كانت 60 اللي هي الشكل المثالي لتشغيل تقنيات توليد الفريمات فمثلا لو الفريمات عندي من الأساس كانت منخفضة فلنقول مثلا 30 فريم خلينا نحاكي أنه عندي الفريمات 30 فريم من الأساس بدي أفعل Frame Generation فمنفعل FSR Quality ومنطفي Frame Generation FSR Ultra Quality بدون Frame Generation حاليا الـ Base Frame Rate كم عندي؟ حوالي 40 فريم حوالي 40 فريم بدون Frame Generation فهذا هو الوقت مش مثالي لتفعيل Frame Generation فلو فعلنا Frame Generation بفريمات منخفضة من الأساس كيف النتيجة راح تكون؟ نفعل Frame Generation أوكي حاليا عنا 75 فريم شايفين؟ شايفين الصورة؟ شايفين الصورة؟ شايفين هون؟ هاية الصورة تترندر بتترندر بـ فريم جنريشن هون حاليا الفريمات عنا بتصير حوالي 120 مئة 114 فريم ما زلنا محاصلين Out of Sync هون الفريمات هتتتنضر غير هون يعني هون في شوية Out of Sync يعني ما هي متزامنة للفريمات هون الصورة غير هون في عنا هون متو تقطية بتحسوا لكن تجربة جيدة بصراحة يعني أنا هون بهاللعبة بفضل ألعب مع FSR 3 4K FSR Quality مع فريم جنريشن عاطينا حوالي 113 فريم تجربة جيدة بصراحة وجدا سليسة وخاصة انه حاليا عم نلعب ضمن معدل تحديث الشاشة اللي هو أقل من 144 هرتز تجربة سليسة تجربة جيدة هون FSR 3 جيدة حاليا هالكلام FSR 3 ما هو AFMF خلينا نطفي FSR 3 طفينا FSR 3 حاليا محاصلين حوالي 60 فريم FSR Quality لكن بدون Frame Generation خلينا حاليا نفعل AFMF من الدرايفرات فنمدخل على Radeon Software Gaming دخلنا على Gaming لك هون AMD Flowed Motion Frames بنفعلها والانتلاك مباشرة انتفعال وبندخل على اللعبة حاليا محاصلين حوالي 130 فريم لما حرك الماوس في شوية تقطيع على الرغم انه شايفين كمان الفريمات حاليا ما بحرك الماوس الفريمات 113-115 فوق 100 فريم لكن لما حرك الماوس الفريمات تنزل تنزل للستين بعدها بترجع تطلع هذه مشكلة الـ AFMF لانه هاي التقنية بتشتغل عن طريق الدرايفرات بتشتغل عن طريق الدرايفرات وما لا علاقة في اللعبة شايفين؟ احيانا الفريمات تنزل للستين التقنية ما بتشتغل لما تحرك الماوس وكذا ويصير حركة كثيرة على الشاشة التقنية ما بتوقف بعدها بترجع بتشتغل فلما امشي هيك طبيعي اوكي صورة جيدة جيدة جدا جيدة وسلسة ومثل ما شايفين ما في تقطيع اصلا ما احرك الماوس حركة سريعة بتوقف التقنية بتصير باشر تشوف تقطيع لا لا F-SR3 داخل اللعبة تمام AFMF لا شايفين؟ 50 فريم رجع تنزل حاليا ما يشغل التقنية لما يصير حركة او اشياء كثيرة على الشاشة التقنية بتوقف بدون ما تحرك شي ترجع بتشتغل التقنية ثالثة بتحرك شي بتوقف بتصير تكسير بتصير اشكال غريبة بالصورة فـ لا F-SR3 اوكي جيدة عجبتني AFMF لا مثل ما شايفين اعداد الفريمات اه اه لا والفريم جين لاك مثل ما شايفين التقنية عبتضيف حوالي 30 ميلي ساكند ديلاي طبعا هاي تقنية تقنية كلها بتضيف ديلاي لكن الديلاي هون بالـ AFMF اسوأ من ديلاي الـ F-SR3 لانه التقنية هون عبتشتغل عن طريق الدرايفرات فالديلاي اسوأ من F-SR3 والتقنية بشكل عام اسوأ فلا حد الان F-SR3 تمام التمام AFMF اه اه حاليا انت شغالي تمام ماشي بخط مستقيم يدوم احرك الماوس حركة ثابتة تمام شغالي تمام الصورة ثالثة الفريمات جيدة اول ما احرك شي ما باشي اتحرك احرك الماوس الفريمات تنزل تقطيع دروبات التجربة بصير سيئة بصراحة خلينا نجرب AFMF بغير لعبة اوكي حاليا ويتشر 3 4K Ultra native T-A-A-U حاصلين عوالي 50 اواخر الـ 50 لـ 60 فريم تجربة جيدة بصراحة ممتازة 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 لانه حاليا أولترا حاليا تجربة جدا جيدة على ويتشر 3 4K Ultra حاليا نايتف بدون upscaling بدون تجربة تجربة ممتازة وطبيعي لانه عنا كرت جدا قوي اللي هو 7900 XT فخلينا نجرب شو اسمه الـ AFMF في ويتشر 3 هاللعبة بتدعم DLSS 3 فريم جنرايشن طبعا على كروت انفيديا وبصراحة تطبيق الـ DLSS 3 في هون في هاللعبة ما عجبني لانه هاللعبة فيها فريم جنرايشن كتير خضار كتير أشياء صغيرة تقنيات الفريم جنرايشن بتعاني جدا مع المجسمات الصغيرة مثل الحشائش كذا خضير بتعاني جدا مع هالأشياء الصغيرة ما بترندرهم بصورة صحيحة فما أتوقع حتى أنه الـ AFMF تشتغل بشكل جيد في هاللعبة بس خلينا نجرب أوكي ندخل على الـ Radeon Software Gaming AFMF On ومع الـ Anti-Lag On نفتح Witcher 3 دبل الفريمات عاليا ثابتة صورة ثابتة ما في أي مشاكل خلينا نمشي بهذا يبطء في شوية رفة بالصورة في رف وميض بالصورة وحاليا لسا ما بحرك الماوس بشكل سريع في وميض بالصورة هون وهون إذا منتبهين ما بعرف زيالشي رح يطلع على الكاميرا لكن في وميض بالصورة وهذا ما هو من الـ V-Sync لأنه حاليا شغالين ما هو من الـ V-Sync ما هو تيرينج يعني لأنه حاليا شغالين تحت معدل تحديث الشاشة اللي هو مية وست فريمات يعني تحت معدل تحديث الشاشة والشاشة تدعم V-Sync من 45 فريم لـ 144 فريم يعني طالبا نحن ضمن الـ 45 لـ 144 فريم ما بصير تقطيع ولا بصير فيه تيرينج في الصورة لكن حاليا فيه شايفين الوميض؟ أوه لما أحرك أول ما أحرك الماوس الفريمات تنزيل لا AFMF سيئة هون خلينا نجرب فايت حتى بالفايت يعني بالفايت اللي ما في حركة كتير بالهدا أي حركة بسيطة في الماوس للفريمات الـ AFMF بتوقف ما بترندر والفريمات تنزيل وهي تجربة أسوأ يا جماعة عدد الفريمات سواني نسلخ تحلي عني يا شيخ المهم بالتجربة هي استقرار الفريمات ليس فقط عدد الفريمات وأيضا هاي فريمات مرندرة فيك يعني ما هي فريمات نيتف فأنا بفضل 60 فريم على 60 فريم ثابتة أفضل بكتير من 120 60 120 120 فالتذبذب بالفريمات جدا سيئ شايفين؟ أول ما أحرك الماوس أول ما أعمل أي حركة بسيطة الـ AFMF بتوقف ما بترندر شيء وبتحصي إليك تجربة مش مستقرة أبدا مش جيدة شايفين؟ ليس جيدا ففي هذه اللعبة خلينا نطفي الـ AFMF ونفعل FSR الأوبسكيلينج حاليا تيها ييو اللي هي نيتف قلينا نحط FSR Quality شايفين؟ مع FSR Quality حاليا محصلين مئة وعشر فريمات وهي مئة وعشر فريمات مرندرة نيتف نعم هالـ FSR أبسكيلينج ما هو بوضوح الـ 4K نيتف لكن عطيني هالتجربة فوق الـ AFMF أمتى من كان رح أخذه؟ حاليا الفريمات مستقرة والفريمات مرندرة نيتف تجربة حاليا أفضل بكتير يا جماعة تجربة مستقرة فريمات مستقرة بحرك الماوس ما بصير شيء شايفين لما قلت ليش الـ فريم جنريشن ما هي مفيدة بكل الأوقات ولا هي بكل أحيان أبسكيلينج أفضل أعطيني هالتجربة أمتى كل يوم باخدها فوق الـ ما فيه وميض بالصورة بحرك الماوس ما فيه هبوط وارتفاع بالفريمات ما فيه أشكال غريبة حاليا التجربة أفضل بكتير بكتير يا شيخ جميل في الأبسكيلينج خاصة إذا تلعب على resolution عالي مثلا 2K أو 4K ممكن تفعله بأي لعبة وأمتى ما بدك؟ أمتى ما بدك بتفعل الأبسكيلينج بتحصل الفريمات أعلى طبعا ما راح تكون بدقة النايتف على حسب اللعبة في بعض الألعاب تطبيق الأبسكيلينج فيها جيد هاللعبة من أفضل اللعب في تطبيق تطبيق الأبسكيلينج FSR و DLSS فيها لعب تانية تطبيق الأبسكيلينج فيها بشكل ممتاز لكن هالأبسكيلينج فيها ممتاز الـ FSR هون ما هو جيد مثل DLSS لكن جيد 105 فريمات على الأبسكيلينج وكنا محصلين 105 فريمات على الـ AFMF هون أفضل بمراحب بمئة مرة دعونا نجرب اللعبة الثانية Dying Light 2 4K High Ray Tracing يعني هلا بيجدًا متطلبة مع الـ Ray Tracing 4K محصلين حوالي 30 فريم يا حبيب حل عنا حاليا عم نجرب بعدين نرجع لك أنت وصحابك بعد عنا حاليا عم نجرب عم نشتغل إذا طلعنا لهون بلك ما بيجينا حدا حبيب خلينا نشتغل ماني فاضي لك 4K High RT أعلى عددات بدون أبسكيلينج محصلين حوالي 30 إلى 40 فريم حسب المكان المطلع حوالي 40 فريم هاللعبة على فكرة فيها DLSS 3 Frame Generation وتطبيق Frame Generation في هاللعبة لا بأس به جيد ما هو الأفضل بس جيد DLSS 3 Frame Generation في Witcher 3 ما عجبني في Cyberpunk جيد في هاللعبة جيد لها السبب قلت ما هو جيد في كل الألعاب ولا هو في كل أماكن ولا هو مناسب لكل مرة تانية High RT أعلى عددات بدون أبسكيلينج محصلين حوالي بأوخر 30 خلينا نفعل Frame Generation الفريمات عنا ما هي عالية كتير لها السبب أنا قلت هالتقنية كلما كان الفريماتك أعلى كلما أعطتك تجربة أفضل كلما كان هاردوير عندك أقوى كلما أعطتك تجربة أفضل وليس العكس يعني مو إذا تقول والله أنا عندي كرت RX 570 مدري إيش بفعل هالتقنية ويحصل دبن للفريمات هالكلام ما بيصير إذا الفريمات كانت منخفضة التقنية ما بتقدر تخمن الفريمات بشكل صح بتصير عندك أشكال غريبة التقطيع الصورة دروبات فخلينا نفعل AFMF بدون ما نفعل FSR أبسكيلينج فحاليا نفعل AFMF يلا حبيب وكأنه ما تفعلت فيها اللابة هي المفروض تشتغل بكل الألعاب بس فعلها من الدرايفر فعلناها STAR raj طيب هون خلينا نجرب Of ca ٤ وصلت أ่و سبعينات سبعينات من AFMF نعم نعطي الـ AFMF لا! بمجرد أننا فعلنا F-SR Quality الفريمات ارتفعت من أواخر للثلاثينات للسبعينات حالياً تجربة أفضل بكتير وما في داعي للفريم جنريشن والـ AFMF ولا هالحلاك المصدي تجربة خرافية حالياً جداً ممتازة وبدون AFMF وبدون ما نحصل والله فريمات فوقه تحته وعشرين وثلاثين وهبوط الفريمات ودربات وتكسير لا! هذا الجميل في الـ Upscaling الـ Upscaling رهيب الـ Upscaling ما صح فيه الكل الـ Upscaling ممكن تفعله أم أن ما بدك ألعاب Online، ألعاب Offline، ألعاب قصة، ألعاب Coop اللعب اللي بدك تفعل فيها Upscaling تحصل الفريمات أعلى وفريمات native ما بتحصل هبوط الفريمات وتكسير وأشكال غريبة لا! ممكن في بعض الألعاب تحصل شوية blur أو وضوح أقل بالصورة لكن ما بتتواجه أي مشاكل هذا الجميل في الـ Upscaling الـ Upscaling؟ لا! الـ Frame Generation مش مناسب بكل الأوقات وأكتر شي أنا يزعجني بالـ Frame Generation أنه الشركات سواءً AMD وسواءً انفيديا بشروا يستغلوهم بإعلانات كروتهم أوه، كرتنا بشغل هلا بـ 40 فريم مع الـ Frame Generation بوصل إلى 140 فريم يا جماعة، الفريمات لا تحسب هيك والأداء لا يحسب هيك الفريمات المرندرة بالـ Frame Generation ما هي مثل الفريمات الـ Native التجربة ما هي نفسها، الصورة ما هي نفسها الـ Native Frame لا يشبه الـ Generated Frame بالمرة حالياً، المنطقة صارت متضلة بأكتر الفريمات صارت تهبط لأواخر الأربعينات والخمسينات لكن ما زالت تجربة جيدة أعطيني Native Frame دائماً أفضل من الـ Generated Frame لكن مرة تانية، هذه التقنيات لها وقت، لها زمان ولها استخدام مناسب، لكن ليس دائماً ومش بكل الألعاب، ومش على كل الكروت هون ما اشتغلت الـ EFMF هي المفصلة تشتغل عن طريق درايفرات وتشتغل بأي لعبة، لك هون ما اشتغلت حسناً، هون ما اشتغلت رجعت ايام الخريف اي اف ام اف ما اشتغلت في اللابة خلونا نشوف لعبة تانية سايبربنك 4K ألترا نيتف بدون تطبع اشياء حاصلين حوالي خمسين فريم خمسين فريم اواخير الاربعينات خمسين تقريبا تجربة مقبولة جيدة بس طبعها 4K ألترا نيتف بدون أبسكيلنج بدون فريم جنراريشن بدون اي اف ام اف بالمناسبة مثل ما قلت هاللاعب تدعم DLSS 3 تطبيق الدلس 3 في هاللعبة جيد في البداية كان فيه شوية مشاكل شوية بجات شوية مشاكل لكن حاليا دلس 3 つرامجنراشن فيها اللعبة تحسن بشكل كثير لكن مرة فيها اف اصدر 3 فريمجنراشن ولكن ممكن نفاعل الاف مف من الدرايفرات حاليا بحثين من أولي 50 اواخير الاربعينات 50 فريم خلينا نفعل اف ام اف من الدرايفرات ونشوف ااا اا اف ام اف تمام فلواد موشن فريم نرجع لللعبة وفريماتنا او ما اشتغلت ما اشتغلت تقنية ليش بحشتغل يا حبيب AMD وما ادراك ما مشاكل AMD ما اشتغلت تقنية يلا حبيب ما اشتغلت يلا حبيب شغلت تقنية فريم A اوكي حاليا ما اشتغلت ما اشتغلت طب خلونا نطفي اللعبة ونرجع نشغلها ايضا ما اشتغلت حاليا ما اشتغلت 4K Ultra Native بدون AFSR وبدون AFMF ما اشتغل AFMF ما اشتغل ما اشتغل عبيعطينا انو شغالة بس ما بتطبق في اللعبة نطفيها خمسينات نفعلها نسل الفريمات بالخمسينات Anti-Lake يعني ان Anti-Lake ما عبت تشتغل ما عبت تشتغل لا التقنية ما عبت تشتغل ما عبت تشتغل ما عبت تشتغل اعتقد انو صار عنا فكرة عن AFMF AFMF ما الجيدة في الموضوع انها مجانية موجودة عن طريق الدرايفرات يعني طالما عندها كرت RX 6000 او 7000 ممكن نجربها المفترض بأي لعبة بس مثل ما شايفين ما عبت تشتغل بكل العب هي المفترض تشتغل عن طريق الدرايفرات وبأي لعبة بس ما شتغلت هنا معي بكل احوال انتو حاولوا تتبتوا اذا عندك كرت RX 6000 او 7000 ثبت اخر تعريف للكرت وراح تلاقي التقنية موجودة بتعريف الكرت بالرادين سوفت فير بالجايمينج مثل ما شفتو AMD جربوها وشوفوا بنفسكم بس لا لا الفسر 3 المطبقة داخل اللعبة في Avatar Frontiers of Pandora جيدة جدا بصراحة جربتها في For Spoken زبالة جربتها في Immortals of Avium أول ما صرد التقنية كنت مقرر اعمل فيديو عن الفسر 3 أول ما صرد التقنية كمان جربتها في Immortals of Immortals of Avium سيئة For Spoken سيئة Avatar Frontiers of Pandora ممتازة أي FMF أو جربوها إذا عندك كرت AMD 6000 أو 7000 جربها وشوف بنفسك لا تخد كلامي جربها بنفسك مجانية لكن ما عجبتني وحتى أوريكم مرة تانية لماذا تقنيات Frame Generation ما هي مساعدة لكل الأوقات ولكل العقب ولكل الكروت حاليا شبكت كرت RX 6600 وهو من أكثر الكروت للاقتصادية اللي بنصح فيها من أفضل الكروت الاقتصادية اللي عندي مثل ما شايفين AMD وما أدراك ما مشاكل AMD حاليا البرنامج Radeon Software لا يعد الفريمات بس نظريا الفريمات جدا منخفضة حوالي 20 فريم حسيا حوالي 20 فريم حاليا مشغل اللعبة بدون Frame Generation 1080p Ultra Settings and Ultra Quality بدون Frame Generation يعني الفريمات عندي جدا منخفضة حواليا حوالي 20 فريم خلينا نجرب نفعل FSR 3 ندخل على Video Video حاليا فعلين FSR 3 Ultra Quality يعني Upscaling Ultra Quality وما زلنا محصين حوالي 20 ل30 فريم حسيا لأنه عداد الفريمات شكرا AMD ما عم يظهر شيء وحاليا إذا بفعل Reva To Nar لا يشتغل في هاللعبة إذا بفعل عداد الفريمات من MSI After Burner لا يشتغل شكرا AMD شكرا كثير فخلينا نفعل Frame Generation Apply أوكي شايفين شايفين على التقطيع بالصورة حسيا الصورة صارت أسلس بس طلعوا على التقطيع بالصورة يعني جدا مزعج فلا بهاللعبة أنا بفضل مثلا بهك مثال مثلا طفي Frame Generation فعل FSR Quality بيدال Ultra Quality وكيب نعم والإعدادات نزلها لهاي مثلا فحاليا هاي تنيتي بي هاي بدون Frame Generation وFSR Quality كيف التجربة هيك راح تكون؟ يا شيخ حاليا تجربة أفضل بكتير ما في تقطيع ما في بوتو طلوع فريمات ما في فريمات متفاوتة ما في بلور ما في أشياء غريبة بالصورة حاليا تنيتي بي هاي FSR Quality بدون Frame Generation تجربة أفضل بكتير فالupscaling ممكن تفعله دائما ويعطيك تجربة أفضل Frame Generation ما دائما رايحتك تجربة أفضل ولاه مناسب بكل استخدامات ولاه مناسب على كل كروت وبالعكس أنا شفت كتير تعليقات وبشكفت كتير ميمز وحتى الناس انزعجوا مني لما قلت هالكلام على تويتر أوه ال Frame Generation رهيب عندي كرت قديم بفعل عليها ما في داعي أحد ذكرتي لا يا صديقي لا يوجد شيء اسمه free lunch ما في شيء بالمجان هالتقنيات Frame Generation كلما كان الهاردوير عندك أقوى كلما استفدت منها بشكل أكبر وكلما كانت فريماتك أعلى كلما استفدت منها بشكل أفضل وليس العكس الupscaling ممتاز دائما تستفيد منه Frame Generation ما دائما تستفيد منه ولاه دائما مناسب ولاه مناسب على كل الكروت ولاه مناسب على كل الألعاب التقنيات جيدة وأنا سعيد بوجود هالتقنيات لكن اللي بزعجني فيها أنه الناس بتطلع فقط على عدد الفريمات والمزعج أكثر يعني أنه الشركات صارت تسوقها كأنها فريمات حقيقية يعني إن كان AMD و Nvidia الاثنين بسوقوا له تقنيات أو عندنا الكرت الفلاني بيعطيك 60 فريم مع تفعيل هذه التقنية اللي عندنا الرهيبة بتعطيك 120 فريم هالكلام غير صحيح وإن كان صحيح عدد الفريمات ما هو قلت شيء لأنه الفريمات المرندرة في Frame Generation غير الفريمات المرندرة من كرت الشاشة والمعالج فمرة ثانية وثالثة وعاشرة تقنيات جيدة نعم أحبهم نعم تطبيقهم مثلا في F-SR3 في Avatar Frontiers في Pandora في هاللعبة جيدة إذا كان عندك فريمات جيدة تستفيد منها إذا عندك الفريمات ضعيفة وكرتك ضعيف ما تستفيد منها كتير F-SR3 في ألعاب ثانية سيئة في Immortals of Avium سيئة DLSS 3 في Cyberpunk جيدة في Dying Light 2 جيدة في Spiderman أوكي لا بأس بها في Witcher 3 سيئة لها السبب ما حكيت عن F-SR3 لحد الآن لأنه تلخيص هذه التقنيات وإيصال المعلومة للمتابع بحيث يفهمها يعني صعب شوي لأنه المتابع عقله عقله مربوط الفريمات عند الفريمات أعلى معتها تمام التجربة أكيد أفضل لا يا صديقي لا لا وخاصة مع هالتقنيات هالتقنيات إذا الأرقام أعلى أرقام الفريمات أعلى لا تعني أنها تعطيك تجربة أفضل يب أوكي أي أفمث طنشوها أو إذا عندك كارت RX 6000 أو 7000 بإمكانك تجربها بنفسك ورح تطنشها بعد ما تجربها وتشوف نتائج بنفسك لأنه كما يقال الذكي لا يصدق حتى يرى بالنسبة ل F-SR3 تقنية جيدة بصراحة أول ما جربتها ب For Spoken Immortals of Avium ما عجبتني كان في بلور شديد Frame Pacing تناسق الفريمات كان سيئ ولحد الآن بFore Spoken وImmortals of Avium سيئة لكن في Avatar Frontiers of Pandora تجربة جيدة وخاصة إذا ال Base Frame Rate أو الفريمات الأساسية عندك بدون F-SR3 حوالي 60 فريم فعلى F-SR3 ونتحصل 120 فريم فF-SR3 في Avatar Frontiers of Pandora جيدة نفس الكلام ينطبيق على DLSS 3 تطبيقها مو بكل الألعاب جيد في Cyberpunk جيدة في Dying Light 2 جيدة في Spider-Man في Witcher ما عجبتني مرة تانية هالتقنيات الكلام صار عارتهم مليون مرة بعرف جيدة لكن مو بكل الألعاب مو بكل أحيان مو على كل الكروت ومرة تانية وثالتة وعشرة ومليون هالتقنيات ليست مساعدة للأجهزة والكروت الكروت الضعيفة بالعكس كلما كان عندك الهارد وير أقوى كلما ساعدتك أكتر ليس العكس أوكي؟ زفاتكم من الفيديو السابق موجود هون رحوا شوفوه حاجات فيها عن كارتة TI Super كارت لا بأس بها بأس مخيب شوي الفيديو موجود هون رحوا شوفوه وزفاتكم كان معكم أخوكم أيمان محمد شكرا للمتابعة السلام عليكم صار لازم لي حلاقة هدا شعر اللصوف